السلام عليكم ورحمة الله في هذا الدرس سوف نتعرف على التحديد الجديد والطريقة الصحيحة التي يمكنك من خلالها حدف جميع جهات الاتصال التي تمك رفعها على حساب الفيسبوك إذن قبل الانتقال إلى الشرح المرجو منك التركيز ومشاهدة الفيديو إلى النهاء إذن يجب عليك تحميل تطبيق الميسنجر حتى يسهل عليك حدف جهات الاتصال أنا أنصحك بتحميل تطبيق الميسنجر إذن بعد تحميل تطبيق الميسنجر تقوم بربطه مع الحساب الذي تريد من خلال حدف جميع جهات الاتصال إذن سوف أقوم بفتح تطبيق الميسنجر وبعد ربطه مع الحساب الذي تريد حدف منه جهات الاتصال مباشرة تقوم بالضغط على هذه الثلاث الأسطر المتواجدة هنا في الأعلق وفي حالة ما إن كان هاتفك بلغة أخرى فقد تذكر الأماكن التي أذهب إليها والشعارات إذن سوف أقوم بالضغط على هذه الثلاث الأسطر وبعد ذلك تقوم بالضغط على هذه العلامة وبعد ذلك تقوم بالنزول قليلا إلى الأسفل إلى خيار مكتوب عليه جهات الاتصال لأتيف وتذكر هذا الشعار الخطوة الأولى وهي إيقاف تحميل جهات الاتصال إذن كما تشاهدون جهات الاتصال الآن شغالة إذن تقوم بإيقاف التشغيل على هذا الشكل وكما تشاهدون لقد تم كما تشاهدون متوقفة أصبحت هنا متوقفة إذن الخطوة الثانية في حالة ما إن كنت قد قمت بفتح نفس الحساب على هاتف آخر أو حتى على ثلاث هواتف المرج منك كذلك التوجه إلى هذه الهواتف وإيقاف التشغيل يعني إيقاف تشغيل جهات الاتصال عليها كذلك لضمان حدف جهات الاتصال وهذه المقالة فليس كلامي بل هي مقالة من شركة الفيسبوك إذن بعد إيقاف تحميل جهات الاتصال على الهاتف أو على الهواتف الأخرى مباشرة تذهب إلى إدارة جهات الاتصال وبعد ذلك سوف تظهر هذه المقالة كما تشاهدون إدارة جهات اتصال التي تم تحميلها إذن هناك في هذه المقالة بالخصوص لإيقاف تحميل جهات الاتصال بشكل مستمر قم بإيقاف تشغيل إعداد مزامنة الجهات الاتصال في تطبيق مستنجا سيؤدي تعطيل هذا الإعداد إلى إزالة جميع جهات الاتصال التي قمت بتحميلها مسبقا وهذا ما قمنا بفعله الآن يعني قمنا بإيقاف تفعيل ميزة تحميل جهات الاتصال إذن يرجع العلم أنه في حالة حدف المعلومات الموجودة على هذه الشاشة في ذلك استمرار تشغيل تحميل المستمر لأي من الإعدادين فسيتم تحميل المعلومات مرة أخرى تلقائيا لهذا يجب عليك كما قلت لكم سابقا إيقاف تحميل المستمر على الهاتف وكذلك في حالة ما إذا قمت بفتح نفس الحساب على هاتف آخر كذلك سوف تقوم بإيقاف إذن مباشرة كما تشاهد تم تطيل المزامنة إذن مباشرة سوف نقوم بالضغط على هذا الخيار يمكنك اطلاع على جهات الاتصال التي تم تحميل ها من فيسبوك إذن سوف نقوم بالضغط على هذا المكان إذن مباشرة سوف تظهر معنا هذه الواجهة وسوف نجد هنا جميع الجهات الاتصال أو الأرقام الهاتفية التي تم رفعها على هذا الحساب إذن مباشرة سوف نقوم بالضغط على حدف الكل وكما تشاهد تجري الآن معالج طلبك لحدف كل جهات الاتصال التي تم تحميلها وسيتم إعلامك بمجرد الانتهاء من المعالجة واستنادا إلى حجم قائمة جهات الاتصال قد تستغرق العملية بضعة دقائق وكما تشاهد لديك حوالي 700 جهات الاتصال تم رفعها على الفيسبوك إن وصلت إلى هذه النقطة لا تنسى بدعمي بالضغط لزير الاشتراك المتابعة ولايك ومشاركة هذا المقطع مع الأصدقاء والأحباب ويمكنك مشاهدة هذه القائمة قائمة التشغيل خاصة بستطبيق أو بمنصة الفيسبوك تحية لكم والسلام عليكم إذن هذه هي تاريخ الصحيح